الجمهور مؤخرا إذا بنشوف شو شغل بيله بجوش غباس كمان شغل بيله حياتك الشخصية يعني دايما في سؤال عن حياتك أو في شائعات عم تطلع عنك ليش أنت محيدة لا عم بتقول إذا صح أو غلط لا أنا بالعكس بقول عم قول طلعت قلت بزمن مع رغدة شالهوب عن الإشعات بس ما رجعت اتكررت رجعت قلت لا عالسوش الميدي يعني حطيت إشعات عارية عن عارية من الصحة يعني ما لا أبدا لايك بالنتيجة نحنا بشكل عام بالشرق حشريين يعني هلا إذا واحدة شمت بش بس بالشرق كما نزوا بالشرق لأنه الباباردزي براب ينشعون على الحميمات مزبوط مية بالمية برافو عليك ميحل صالح طلي بس نحنا أكتر اجتماعيا يعني إذا جارتي بدي أعرف جارتي إذا مسار بالساعة تنتين أو ساعة اثنين ونص ووين كانت وشو كانت عمتها مزبوط يا ملا أم بحكي أو بي زي لعني بالحياة الاجتماعية رفت علي فكيف بالحارة إذا كان حدا معروف فالإشعات بتطل بتطل كل الناس وبزمن السوش الميديا بلس ما بدنا ننسى زمن السوش الميديا بتلاقي الدنيا إنه ما طلع مثلا خبرية إنه المنتج فلاني تجوز عمرته ورجع تكذب تشائع والمنتج فلاني ملا هول دايما بيطلعه هاي نهي بكل بساطة بيطلع نهار اللي رح يقدم خطوة جوش خباز رح يطلع يعني عنا ولا أنت بتفضل إنه هالأمور ده الشخصية وما خصك يخي إذا بيوم الأيام جوازت مثلا أكيد رحقول جوازت أوكي وإنه طبيعي ما هو أصلا الزواج معمول لا ينعلم علاقة حق لا ينعلم لا تقول لك لاش لا احتراما أول شي للشريكة واحتراما للعلاقة لأنه بيوم الأيام تركنا يا خي أوكي وعبلها هي تكفي حياتها وأنا تكفي حياتي طب ليش لأ نص ليش لأ أصبغى علي وأسرلي على غير علاقات والعكس تمام مش عم بيحكيك بس زكوريا بمجتمع زكوري عرفت لأي وانس ترتبط بيوم الأيام خلاص هيدا شي معلن هيدا شي معلن أنا حياتي الشخصية هي ملكة ما يخص الناس هو اللي يقدم لوني من فن مشهد إن كان سينما ولا تلفزيون ولا مسرح حياتي الشخصية لأ لي ليش اسمها شخصية ما ليش بيقولولك حياتك الشخصية لأ لك ليش بيقولولك حياتك الخاصة علقتك نحن أنت ما بيقولولك شو يعني خاصة حيات خاصة خاصة برايفت برايفت لايف علقتك بشركة الصباح جيدة جدا ليش كمان من الشائعات اللي طلعت طلع شائعات انه صار في فترة فتور او أبدا أبدا علاقة أكتر من جيدة أكتر من جيدة بحبوني كتير وبعتقد بيبدلوني في أعمال بيبدلوني نسلحة في حكي في حكي لأن بعد النار بالنار ما عارجعنا في حكي أكيد في حكي ما أنا بعد النار بالنار شو صار ده رحت عالمانيا عد شهرين ونص بي هامبورغ بعزدين التصوير طبع مسلسلة رمضان يعني أنا رحت أكتوبر نوفمبر ديسامبر كانوا بلشوا فاتوا بالمسلسلات عرفت ألي يعني كان في عندك عمل معروض وهلأ مش معروض كان في حكي بعدين صديقي ركز معي هلأ أنا فايت بكرة أيلول أكتوبر نوفمبر فايت على الفيلم الكندي فتت من الطبيعي أني ما أكون برمضان بس هذا ما بيمنع أنه أرجع عامل مسلسل 10 حلقات 15 حلقات خارج السباق الرمضاني بعدين عندي المسرح هلأ أرجعت على المسرح أنا بفترة نوال ما فيي أنا أصور بالنهار ومس المسرح بالله أنت شفت المسرح انتحار بيصير خاصة أنه كمان كل الوقت موجود على المسرح مية بالمية فحسب يعني أنا اللي رجعني أنت بتعرف أنه أنا بالدراما وبالسينما أيل لأ بحياتي أكتر ما أيل إيه مش بس لأسباب فنية لأسباب لوجستية المسرح المسرح أنه أنا الله يرحم وحاتم علي من بعد ما اشتغلت معه سلينا كل سنة يحكيني عمو سلسل كل سنة لأ مدة 4 أو 5 سنين إخر شي يقس قل له أستاذ حاتم أنا ما فيي أنا عندي 8 شهر ما فيي أترك لبنان ما عندي إلا التنان ما فيي أترك لبنان عندي مسرح كليوم 7 ونص بديكم المسرح كيف بدي يصور حتى لو عم بتصور في لبنان ما بلحق إذا عندي تصوير ليلي ما بيقدر أنا شو اللي يخليني أشتغل أصحابه لأعز وبرندو الشرق عدم وجود المسرح أي بيربح أكتر لأيلي أنا بتجربة الخاصة المسرح بس التجارب زمالي أكل دراما طبعا أكيد بشكل عام بس أنا أنا بتجربة الخاصة لأنه حمد الله مفور مسرحي ممتاز أكيد المسرح جورج خباز نحنا وصلنا لأخيطين رح أسألك أسئلة سريعة قبل ما نشتم من عنوين مسرحيتك أوكي أوكي لمين بتقول أنت بروفيسور لمين بقول أنت بروفيسور بأي معنى بروفيسور بالفن أنت تختار البدكي هلأ مش تسميلي طبيب بتقول لي بروفيسور لا لا أكيد بالفن بقول له أنت بروفيسور وأكثر بروفيسور لزياد الرحباني لمين بتقول كذاب كبير معظم السياسيين بلبنان يمكن بيتغير رأيك لمين بتقول مع الوقت مع الوقت يمكن أنا مع الوقت يمكن تتغير أنا عاتي أنا عاتي بالزواج أنا عاتي بالارتباط أنا عاتي ناظرتي للحياة بشكل عام ممكن قوم بهذه الخطوة إلا إذا ممكن قوم بهذه الخطوة إلا إذا ممكن قوم بخطوة السفر إلا إذا برجع بس يخلص البروجي بالكواليس في كتير أشياء عكس يلي تظهر على الحقيقة لا ما كتير بين النجوم بين الأشخاص أنا بتجربتي لا بس في بدون شك في في هايك تمثلي مضرورة في تمثلي في تمثلي على العالم الإغراءات أكيد بكل كواليس لا إسمى كواليس بكل كواليس في شي تعرضت شي مرة لإغراءات أو لعروضات لا غريبة لا مجدرورة جنسية لا 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 ممكن مصاري مخدرات يمكن لا دكت أنا أول شي أول شي أنا مني اجتماعي كتير وتاني شي قليل المروة اجتماعيا وقليل المروة كبزنس من أنا بعرف اشتغل بزنس بشغلي بس بس عندك صدقات بالوسطة الفند أكيد صدقات تلتقى فيه أكيد أكيد بس مني يعني ما بروح بلبي غدوات وعشوات مش باربي كيو لا 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 وقصاص وتعاولة عندها الأحد شعر لا 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 عندي أصدقاء يعني يورجو وطلال ووسام وباسم وكارلوس عندي أصدقاء بشوفهم من وقت لوقت بس إنه وهند وفيفيان وليار كتار يعني وسينتيا فريق العمل طبعي عالتي يعني مش فريق العمل طبعي فالعمل مش تغل سوا ف وجابان بس بدي زد لك شغلي وجابان بنفس الوقت يعني بعض عن الشر وغنيل وبتعرفها هاي دي يعني إنه أنا مثلا تيجي تقلي لي لك تعطى هيدا جبن ولا هيدا بمطرح معي النضر ما بعرف ما بعرف إنه الواحد بيكون عام من أنا وصغير من أنا وصغير من أنا وصغير إخوتي بيقافوا ع الصخرة بالبحر بكبوا حينو بالماء أنا بعد لثلاث تلاف عاتم بيقولوا عن هيل ولد بيكون هو الأسكى كاركتير شو بقى لا عجادة عم بحكي بالعلم النفس بيكفل لك إنه الأجبن ما بتخاطر بالسفر شو قلتلي ما بتحب تسافر لا ما بحب هاجر ما بحب هاجر بس قلتلك بسافر إلا إذا برجع إلا إذا بترجع جورج خباس لتربيتك الدعوة اليوم خيال صحرة على أمل إنه تتجدد مش بس بديسمبر لأنه بتحمل إنه كل لبنينة يحضر الله يخليك كرميلتا يوعى أول شي هو من من القصص اللي حطتها بدماغه وبنفس الوقت لأنه عن جد يعني وقت بيسقف وقت بيعطي متعة وبيوصل أهداف نحن بحاجة لقلة وحلو أنه يحضروا اللي مش لبنانية طيب يفهموا لبنان كمان مش بس يفهموا لبنانية إنسانيا بينعملها إسقاط وان مكان يعني أنا لما بحضر فيه مع الحرب العالمية الأولى يلي أنا ما عشت ولا بعرف عنها ببلد أوروبا ما تب ليش بنتمي لقله وبضحك والزمان والمكان لأنه في قواصم إنسانية مشتركة بيني وبين الشخصيات شكرا لوجودك شكرا شكرا رالف في شي زعاشك لا أبدا لقنا بجدد الأسبوع الجه